أكد مجلس الوزراء السعودي أن المبادرة التي طرحتها المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن تستهدف رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ودعم عملية السلام والجهود السياسية في البلاد وشدد المجلس خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حق المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات التي تشنها قوات الحوثي على المدنيين والمنشآت الحيوية داخل المملكة اشتركوا في القناة